المحروقات يرتابط بالمحروقات الآن موضوع المحروقات الحكومة اعتمدت واحد الآليات هذه السنة التي فتت والآن استمرت في الاعتماد تأسس على واحد المعطاة أساسي منين يرتابع السعر المحروقات تدخل الحكومة تدخل الدعم الاستثنائي المهنيين لماذا؟ نطرح هذا السؤال مرة أخرى لتلقوا الجواب وربما إلى عود ترحناها مرة ومرة سنفهموا لكي هذه المواد التي تنتج في أحواضها معينة الخضر والفواكه كلفة النقل لها إلى أسواق لا تغير لكي المواطنين لأنهم مع الناس يأتي الاجتماعي ونجاوب عليه لكي نميزوا ما يحتاج الدعم وما يحتاجون لكي المواطنين اللي كي يستفدوا الآن من النقل العمومي ومن الطاكسي ومن الكار ومن النقل المدراسي ومن هذه الخدمات كلها نحافظ على الأسعار في مستوى معقول لكن يجب في واحد الوقت معين أنه بلادنا تكون عندها واحد المنظومة واللي هي كتشتغل عليها الحكومة هذه ديال السجيل الاجتماعي باش نعرفوا الحجن ديال التدخول وهذا ربما فيه عاو تاني يجرني للجواب على موضوع ديال التعويضات لصاحب الجلالة أكد عليها في الخيطاب ديال العرش ورئيس الحكومة في أول اجتماع ديال هاد الحكومة بعد الفترة ديال الصيف أكد على أن الحكومة ملتزمة بأنه في آخر السنة تبدأ الصرف ديال هاد التعويضات المباشرة للأساري المعويزة فهذه واحد المنظومة متكاملة ليتم بالاشتغال عليها باش بواحد النوع ديال التأسيس تأسيس عبر بناء ديال واحد المعالجة حقيقية لمنظومة الدعم في بلادنا مش بناء على واحد الآليات اللي كانت سابقا معروفة اللي كنا نعرفها اللي هي صندوق المقاصة حققت الأهداف مغاديش ننكره ولكن يجب أن ننطريق إلى مستوى أكبر لكي نستهدف اكبر الناس اللي في وضعيتين هشاء الناس اللي محتاجين لدعم باش يمشي لهم هذا الدعم مباشر وطبعا هناك دعم للناس اللي في وضعيتين هشاء وطبعا للناس اللي في وضعيتين هشاء عندهم أطفال باش نحافظوا على هاد الأطفال هادو يكون عندهم دخل معين باش يقدروا انهم يقرؤوا. ويمشيف واحد مواسار ديال الطربية وتكون ديالهم لكان يكون طبيعي جدا. باش يوصلوا. لانه الهدف. في أية مقاربة ديال الدعم. لا يجب أن تكون واحد المقاربة ديال الدعم من أجل الدعم. يجب أن يكون الدعم. باش تخرج الناس من الفقر. عبر واحد السياسات ودائك الستنصور با يجب أن يستمر وأن يشتغل وفق واحد المقاربة وtrack عليا اللي كان تقدم شوية بشوية.